أقدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس كما تمت منقشة مستقدات تطوير المناهج الدراسية الجديدة إضافة إلى متابعة موقف المدارس المصرية اليابانية في دوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق هذه التجربة على مستوى الجمهورية ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إدارتها